موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد من أين نأتي بالحلول لمشاكلنا هل نأخذ حل المشاكل التي نمر بها في حياتنا من الآخرين الجواب لا إذن من أين نأتي بالحلول إلى مشاكلنا هم كيف تمكنوا من معالجة مشاكلهم هكذا نحن نحاول أن نعالج هذه المشاكل وهذه الأزمات هم من دواخلهم حاولوا أن يعالجوا المشاكل التي يعانون منها نحن أيضا من دواخلنا لا نريد أن نستورد حل المشاكل من الآخرين بمعنى أن كل واحد مننا يمتلك في واقعه مكتبة ضخمة في هذه المكتبة كل الحلول الحلول لهذه المشاكل لهذه الأزمات نحن بحاجة إلى شيء من التريث شيء من الصبر شيء من التفكير والتأمل حتى ننظر لماذا هذه المشكلة وكيف بإمكاني أن أعالج هذه المشكلة في حياتي إذن نحن نتمكن أن نعالج كل المشاكل إذا راجعنا هذه المكتبة الضخمة الموجودة في حياتي كل واحد مننا يعرف ما هي الأسباب التي أدت إلى هذه الإشكالية فلو عرفت أسباب هذه المشكلة أيضا أنت تتمكن أن تعالج هذه المشكلة وعوامل حدوث هذه الإشكالية لما ننظر إلى بنت في داخل الأسرة تشكو من أمها من أبيها لا يعطوها محبة وحنانا أو بعبارة أخرى أمي لا تفهمني أبي لا يفهمني إذن أذهب إلى المدرسة وأذهب إلى الجامعة وأذهب إلى مواقع التواصل وأبحث عن من يفهمني هل هو هذا هو التفكير الصحيح؟ هل فعلا نحن لو ذهبنا إلى مواقع التواصل ولو جاء ودخل شاب في حياتي هل معنى ذلك أنني حصلت على الحل؟ ليس الأمر بهذه الطريقة نحن دائما نقول أن آباءنا وأمهاتنا أولياء أمورنا هم أسباب المشكلة في حياتنا لماذا لا نغير اتجاه السؤال؟ أمي كبرت وأبي كبر يحتاج إلى محبتي لا أنا أستورد المحبة منهم وأنما أنا الذي أعطي لأبي وأمي المحبة والحنان وهذه كلمة لكل بنت في داخل بيتها الأم والآباء كبروا وربوا وتعبوا كثيراً الآن نحن علينا أن نعطي لهم هذه المحبة وهذه المشكلة تعالج بهذه الطريقة أو لو ذهبنا إلى شاب يريد أن يوجد ارتباط بينه وبين أستاذه ارتباط بينه وبين أبيه وبين أخيه وبين أصدقائه الكثير يقعون في إشكالية كيف أتعامل مع أصدقائي هناك فجوة بيني وبين أصدقائي الكثير من الشباب يحاولون أن يتلونون بألوان الآخرين لوصول إلى أهدافهم لوصول إلى أمنياتهم يتصور أنه حشر مع الناس عيد أن أتلون بلون الآخرين يعني وصلت إلى هدفي دائماً هذه نقاط الضعف موجودة في حياتنا لو راجعنا واقعنا مراجعة الذات نقطة مهمة مراجعة الذات بمعنى أن تكون لي الجرأة أن تكون لي القوة كن قوياً وجريئاً وانتقد نفسك لو وجدت أن هناك خطأ في شخصيتك في تفكيرك في تعاملك مع الآخرين لماذا لا تكون جريئاً في معالجة هذه الإشكالات وهذه الأخطاء حتى لا نلقل لو مع الآخرين ليس دائماً نقول المشكلة في الآخرين المشكلة فيك أنت وأنت أفضل الناس من يتمكن أن يعالج هذه المشكلة البعض يعانون من الوسواس القهري هذا الوسواس القهري يدمر حياة الإنسان لو كان شاباً يدمر حياته لو كانت بنت تدمر حياتها وأيضاً ليس هناك زوج يتحمل هذا الوسواس القهري من هذه الزوجة لأنه سنة وسنتين وثلاثة وكثير من الأزمات وهنيئاً لبنت تحمل الوسواس القهري في واقعها وزوجها قد تحمل حياتها الصعبة بإمكاننا أن نعالج الوسواس القهري بعامل واحد لا نحتاج إلى مراجعة الطبيب أبداً الأطباء لا نحتاجهم والدواء والحب والكبسولة أيضاً لا نحتاجها نحتاج إلى شيء واحد هذا الشيء بسيط من الإرادة أنني أتمكن أن لا أستجيب مثلاً غسلت يدي مرة واحدة وسواسي يقول لا اليد غير طاهرة مرة أخرى لا أستجيب له يقول أن يدك نجسة لا إشكال أتقبل ذلك فالوسواس القهري بإمكاننا لا تتصورون أنه بإمكاننا نعالج مشاكلنا وسواس القهري مثال لمجموعة كبيرة من مشاكلنا التي نعاني منها المشاكل التي في حياتنا نعاني منها بإمكاني أن أعالج مشكلتي بصورة عامة بصورة أساسية وجذرية يحتاج إلى شيء من التريث والصبر والمحاولة المستمرة إذن هذه الوسواس أتمكن أعالجه نعم أتمكن أعالجه ولكن فيه شيء من الألم الألم طبيعي إذا أريد أن أغير نفسي وشخصيتي وأفكاري والمشاكل التي أعاني منها سأتألم الألم موجود ولن يتغير المكتبة الضخمة التي أودعها الله تبارك وتعالى في داخلي استفيدوا من هذه الكتب والمعلومات والأفكار اللي موجودة في حياتكم حاولوا تنطلقوا انطلاقه جديد راجع نفسك لا تنظر إلى الآخرين كيف أعالجوا مشاكلهم وإنما أستفد من نفسك كيف أتمكن أن أعالج إشكالياتي وكيف أتمكن أن أعالج مشاكلي أتمكن اليوم اللي أراجع نفسي وأراجع شخصيتي بإمكاني أن أقضي على الكثير من الترسبات السلبية لأن المشكلة الأزمة اللي أنا أعيش في حياتي مثلاً طالب جامعي يعيش في الأقسام الداخلية طبيعي طالبة بعيدة عن أهلها في الأقسام الداخلية أتصور أنني أتمكن أن أدرس أتعلم بعيد عن أهلي والأجواء مهيئة ولكن الكثير لا يدرسون ولا يتعلمون ما هي الأسباب الأجواء مهيئة للدراسة أنا المشكلة في أنا المشكلة في طريقة تعامل مع ذاكرتي مع الحافظة التعامل مع الوقت الوقت تحول إلى أزمة تحول إلى مشكلة نحن لا نريد أن نتعامل مع واقعنا مع أوقاتنا مع هذا الزمن كيف أستغل هذا الزمن كيف أستفيد من لحظاتي وأوقاتي إذن حياتنا موجودة بين أيدينا ليس لكل إنسان يتأوه أنا أعاني من مشاكل كيف أعالج هذه المشاكل حياتي دمبرت أنت دمرت حياتك أنت المسؤول الوحيد عن هذه المشاكل وأنت الوحيد المسؤول عن معالجة هذه الإشكالية تراجع نفسك أنت خير من يتمكن أن يعالج هذه الإشكالية ويعالج هذه المشاكل راجع نفسك وكن جريئا وقويا حاول أن تستخرج الحلول ليس بالمرة الأولى يمكن مرة ومرتين وثلاثة وأربعة مش منطقي أنه أفكر أنه أنا للوهلة الأولى أحصل بتفكير واحد وبتأمل رأحصل على الجواب لا تحصل على الجواب ولكن بإمكانك أن تحصل على الجواب لو راجعت نفسك وراجعت هذه الأخطاء اللي موجودة كيف أتمكن أتعامل مع الأخطاء كن جديا لا تتعامل بطريقة غير جدية لا شك أنك ستكون قادر على قيادة حياتك لأن الذي لا يتمكن أن يتحكم بحياته اليومية الفكرية المعرفية الثقافية الأسرية العلمية أنا عندي مشكلة في الذاكرة أنا مشكلة عندي في التعلم أنا مشكلة عندي في فهم المعلومة أجلس أمام الأستاذ ولكني لا أستوع بالمادة إذن كل هذه المشاكل موجودة في حياتنا في داخلنا مكتبة كبيرة وضخمة أيضا بإمكاني أن أراجع هذه المكتبة اللي في واقعي أراجع نفسي كنوا على ثقة أنكم قادرون على معالجة كل أفكاركم كل إشكالياتكم كل مشاكلكم إذا رجعتم إلى أنفسكم راجعتوا هذا الواقع اللي تعيشون فيه وراح تحصلون على المشكلة ما يحتاجون تروحون عن الإنسان يفتح كتاب تروحون عن الإنسان يأتي لكم بالمعالجات المعالجة موجودة في حياتكم تحتاجون إلى شيء من المراجعة راجعوا نفسكم ستجدون الإجابات الصحيحة في كل حياتكم وحياكم الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر